موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الحلقة الأولى من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درس اليوم يونت 1 لسن 1 اليونت الأول الدرس الأول أنوان الدرس New Friends أصدقاء جدد موجودة بصفحة 6 من كتاب الطالب وتمارين موجودة بصفحة 4 من كتاب النشاط قبل ما نبدل الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي بصفحة 6 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة منطين الصور أربع شخصيات جديدة هؤلاء هم أصدقاء الجدد في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي باعلى هذه الصور مكتوب Listen and Read استمع وقرأ Much the numbers طابق الأرقام منطين أربع صور لشخصيات جديدة اللي هم أصدقائي الجدد وبعدها منطين أربع فقاعات بيها نصوص كل نصف من هذه النصوص يعود إلى شخصية من هاي الشخصيات اللي طانيها الأربعة يطلب من عندي أنه Listen أستمع أستمع شنو أستمع لهؤلاء الشخصيات الأربعة يتحدثون عن نفسهم والنصوص اللي يتحدثوها هي هذه النصوص إذن أستمع لهم وهما يتحدثون وبعدها Read أقرأ أحاول أقرأ النص مثل ما قروا هما على مد أطور عندي مهارة القراءة وبعدها Match the numbers أثناء استماعك للمقطع الصوتي وهما يحكيون عن نفسهم حاول أن تكتب رقم كل نص من ذن النصوص الأربعة للشخصية اللي قولها فمثلا هو حالك الأولى النص الكلام الأول حاليا بالصورة الأولى يعني هذا الكلام هاي الشخصية هاي الشخصية تقول هلو مرحبا أنا يوسف وعمري 9 سنوات إلى آخره إذن لازم من خلال المقطع الصوتي أحدد هذا النص من ذن الشخصيات القائلة وهذا النص كذلك وهذا النص أكتب رقم النص أمام صورة من خلال المقطع الصوتي وبنفس الوقت أحاول أكتب أسماء هؤلاء الشخصيات إذا عرفتهم من خلال النص والمقطع الصوتي لأن النشاطات اللي بعدها لازم أعرف كل شخصية من هاي الشخصيات شن نسمها وش قد عمرها إذن نستمع المقطع الصوتي أول شي نوصل الشخصيات بالكلام اللي قايليه وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النص خلنا اسمع المقطع الصوتي أول شي ترجمة نانسي ترجمة نانسي يوسف مقابل مني لكني أم مقابل مرحبا أنا لينة أنا في 3 مقابل و أنا 8 لدي عمرها أمي الأسفل أمي الأسفل أمي الأسفل أمي الأسفل وأمي الأسفل أمي الأسفل أمي الأسفل إذن بعدما استمعنا المقطع الصوتي اللي من خلاله هاي الشخصيات الأربعة يتحدثون عن نفسهم اتوضح إنا اسم كل الشخص والمعلومات الخاصة بي فرح نجي نقرأ النصوص مع هؤلاء الأشخاص ونتعرف عليهم أكثر عن أعمارهم وأسماءهم وشن اللي يحبوه نبدأ بالنمبر وان اللي هو يوسف يوسف يقول هلو مرحبا I am يوسف أنا يوسف and I am 9 وعمري 9 سنوات I am tall for my age أنا طويل بالنسبة لعمري I live with my mom أنا أعيش مع أمي dad أبي and my sister لينا وأختي لينا she is 8 عمرها ثمان سنوات وينها لينا هذه لينا لينا عمرها ثمان سنوات وهي أخت يوسف نمبر 2 ثانيا نادية شخصية نادية نادية تقول My name is نادية أنا اسمي نادية I am 9 عمري 9 سنوات ننتبه على أعمار الشخصيات وأسمائهم وصفاتهم لأن بعد قليل رح أسألكم كل شخصية شنو اسمها وش قد عمرها My name is نادية أنا اسمي نادية I am 9 عمري 9 سنوات So I am older than لينا لذلك أنا أكبر من لينا ننتبه Old معناها كبير بالعمر Older معناها أكبر بالعمر مثل ما رح نجي نوضح بالملاحظات She is my best friend هي أعز صديقاتي من هي تقصد؟ تقصد لينا نادية تحتي عن لينا تقول هي أعز صديقاتي I have long black hair لدي شعر hair شعر black أسود long طويل شعر أسود طويل نلاحظ من خلال الصورة She has long black hair لديها شعر أسود طويل Number 3 ثالثا الشخصية الثالثة اللي هي شخصية كريم كريم يقول Hi مرحبا I am كريم أنا كريم I am 9 عمري 9 سنوات Yousif is my best friend Yousif صديقي المفضل إذن Yousif صديق كريم I have very short black hair I have معناها أنا لدي I have very short black hair شعر أسود قصير جدا short قصير إذن short عكس طويل طويل عكسه short قصير My favorite sport is running رياضتي المفضلة هي رياضة الركض Yousif is taller than me Yousif أطول مني كذلك هنا ننتبه Tall أخذناها معناها طويل Taller معناها أطول than me أطول مني But I am bigger لكن أنا أكبر Big كبير Bigger أكبر إذن Big كبير Bigger أكبر ضفنا لها ER صارت صفة مقارنة Tall طويل Taller أطول Old كبير بالعمر Older أكبر أكبر بالعمر number four رابعا لينا لينا تقول Hello مرحبا I am لينا أنا لينا I am in grade three أنا في الصف الثالث at school في المدرسة and I am eight وعمري ثمان سنوات نحن نعرف أن التلميذي يسجل عمرها ست سنوات ست سنوات بالصف الأول بالصف الثاني يصير سبع سنوات وبالصف الثالث يصير ثمان سنوات إذن هي بالصف الثالث عمرها ثمان سنوات I have long hair I have معناها أنا لدي I have long hair أنا لدي شعر طويل My favorite lesson is English درسي المفضل هو اللغة الإنجليزية and my favorite color is red ولوني المفضل هو اللون الأحمر إذن بعد ما عرفنا الشخصيات الجديدة اللي هم أصدقائنا الجدد لازم نعرف أعمارهم وأسماءهم وشخصياتهم لأن الممكن أن الأستاذ يسألني بداخل الصف مثلا ينطيني صورة هذا الشخصية يقول لي who is this من هذا فأنا لازم أعرف أن هذا يوسف أقول له he is يوسف وكذلك لازم أعرف أعمارهم قد يسألني يقول لي how old is Nadia كم عمر Nadia فكذلك لازم أعرف أنه Nadia عمرها تسع سنوات مثل ما راح نجي نوضح إن شاء الله بالدقائق القادمة شون نسأل وشون نجاوب عن الاسم والعمر قبل ما ننتقل للنشاط الآخر أدنا مجموعة من المعاكسات المهمة اللي يجب أن نحفظها tall معناها طويل short معناها قصير old معناها كبير لكن ننتبه كبير بالعمر وليس كبير بالحجم old كبير بالعمر عكسها young صغير بالعمر old كبير young صغير big معناها كبير لكن بالحجم big كبير عكسها small صغير big اللي هي كبير بالحجم عكسها small صغير بالحجم لأن المعاكسات لازم نحفظ ملاهن لأنه ممكن نتجيني بالامتحان بسؤال الإملاء يقول لي مثلا tall عكسها short old شنعكسها فأنا لازم أعرف أنه عكس old هو young هذه الملاحظة الأولى أما الملاحظة الثانية عند مقارنة شخصين من حيث الطول أو كبر السن نضيف er للصفة ننتبه أنه ذنه كلهم صفات tall short old young big صفات إذا أريد أقارن بين شخصيتين مثلا أقول يوسف أطول من كريم فشون أستخدم صفة المقارنة tall معناها طويل لازم أخلي لها er على مدقارن طول يوسف بطول كريم فش أقول يوسف is taller than كريم يوسف أطول من كريم tall اللي معناها طويل لما نضيف لها er سصير أطول طول أطول long كذلك طويل longer أطول بعض التلاميذ يسألني يقول استاذ شن الفرق بين tall و long اثنيناتهم معناها طويل لكن شن الفرق بين tall تستخدم للطول بالارتفاع فمثلا الشخص الإنسان طول بالارتفاع فما يصير أقول يوسف is long لازم أقول يوسف is tall لأن طول الإنسان بالارتفاع أما long فهي الطول بالامتداد فمثلا النهر ما أقول عليه tall أقول عليه long this river is long هذا النهر طويل أقول long ليش؟ لأن long هي طويل بالامتداد أما tall هي طويل بالارتفاع هذه تناسب الإنسان أما هذه تناسب الأشياء الجماد اللي طولها بالامتداد short قصير shorter أقصر old كبير older أكبر young صغير younger أصغر إذن إذا ضفت er للصفة تصبح صفة مقارنة أنه بأقدر أستخدمها بالمقارنة بين الشخصيات أطول أقصر أكبر سنن أصغر سنن إلى آخره ننتقل إلى النشاط الآخر قد يسأل الأستاذ داخل الصف يطيني هذه الصورة ويسألني يقول لي who is this من هذا الشخص فأنا لازم أعرف أجاوب على هذا السؤال قبل ما نتعرف على السؤال وشون أجاوب على هذا السؤال عندي ملاحظة جدا مهمة هذه الملاحظة تقول نستخدم الضمير هي اللي معناها هو للتعبير عن الشخص المذكر هذا الشخص مذكر ولد أعوض عنه بالضمير هي فإذا الأستاذ يقول لي who is this من هذا الشخص هذا ولد أقول he is مثل ما رح نجل نوضح he is معناها هو زائد اسمه منه هذا هذا نعرف شخصية يوسف أقول he is يوسف إنه يوسف إذا نستخدم هي للتعبير عن الشخص المذكر زيان وذا ابني في حين نستخدم الضمير she للتعبير عن الشخص المؤنث مثلا طلع لي صورة ابني قال لي who is this من هذه فلازم أقول she وشي تاخذ is مثل ما رح جل نوضح she is مثلا نادية إنها نادية بس أعرفنا أن he للمفرد المذكر للولد وشي للمفرد المؤنث اللي هي البنت بعد هذه الهي والشي يجي الفعل المساعد is هاي باش تفيدني تفيدني مثلا إذا سألني الأستاذ هذا السؤال قال لي who is this من هذا من هذا الشخص بما أن الشخص اللي بالصورة مذكر أعوض عنه بالضمير he فأقول له للأستاذ أقول له he والhe تاخذ is he is إنه يوسف أنا حفظت الشخصيات وصورهم وأقول له he is يوسف إنه يوسف الأستاذ يسأني مرة ثانية قال لي how old is he كم عمره كم عمر يوسف كذلك شرحنا بداية الدرس إنه عمر يوسف تسع سنوات همي أنا أستخدم هذا الضمير هذا الشخص مفرد مذكر اللي هو ولد أعوض عنه بالضمير he والhe تاخذ is أقول he is إنه مثلا nine هو تسع سنوات عمره تسع سنوات هذا ما يخص الشخصية الأولى سألني مرة ثانية قال لي who is this من هذه الشخصية كذلك لازم أجاب على السؤال إذا مفرد مذكر ولد أقول he وإذا معنث بنت أقول she بما أن هذه معنث أقول she والshe تاخذ is she is نادية إنها نادية هي نادية who is she من هذه الشخصية she is نادية إنها نادية سألني مرة ثانية قال لي how old is she كم عمرها كم عمر نادية شرحنا بداية الدرس إنه عمر نادية تسع سنوات وأقول she is nine عمرها تسع سنوات كذلك she is لأنها بنية سألني مرة ثانية who is this من هذا الشخص بما أنه ولد أقول he والhe تاخذ is he is كريم هذه شخصية كريم how old is he كم عمره عمره تسع سنوات he is nine أما الشخصية الأخيرة سألني who is this من هذه الشخصية بما أن نبنيه أقول she is لينا إنها لينا how old is she كم عمرها نعرف أن عمر لينا عمرها ثمان سنوات she is eight عمرها ثمان سنوات إذن تعرفنا على الشخصيات حفظنا أعمارهم وأسماءهم ننتقل إلى النشاط الثاني بالصفحة الثانية من كتاب الطالب listen point and read استمع أشر وقل هنا كذلك الشخصيات التي أخذناها قبل دقائق يتحدثون عن مدرستهم والصف الخاص بهم يتحدثون كذلك على ساحة اللعب الموجودة بالمدرسة الخاصة بهم يطلب من عندي أن أستمع لهم وهم يتحدثون عن مدرستهم والصف الخاص بهم وساحة اللعب أأشر point أأشر وياهم أتبع أثناء المقطع الصوتي وبعدها read أقرأ إذن أريد أن أطور عندي مهارة القراءة أكثر من خلال المقطع الصوتي أستمع أتبع وياه أشوفه شون ينطق ذلك الكلمات وبعدها أحاول أقرأ مثل ما أقرأ بالمقطع الصوتي إذن نسمع المقطع الصوتي وبعدها نوضح هذه النصوص حل clarify una 관�関ة كما أنظر أمين أمين بلاد أمين 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 إذن بعد ما سمعنا للمقطع الصوتي وتبعنا ويا نجد نوضح المفردات الخاصة بهذه النصوص فالشخصية الأولى يتحدث عن المدرسة والصف الخاص به يقول هذه هي مدرستي ننتبه أنه راح تفيدني بالتمرين الثاني بكتاب النشاط مثل ما راح نوضح إن شاء الله بكتاب النشاط فهذه الشخصية تقول هذه هي مدرستي تعال وشاهد صفي الصف هذه الشخصية تحدث نحن في الصف الرابع الآن ها الشخصية تحدث أنا أصغر وسنًا أخرنا قبل دقائق يونغ معناها صغير بالسن أصغر وسنًا أنا فقط عمري ثمان سنوات لذلك أنا في الصف الثالث صفي بجانب هذا الصف معناها بجانب ثالثا أنا أحب الأرجوحة أكثر الأشياء هاي من هنا تتحدث نادية لازم ننتبه أنه نادية تحب الأرجوحة سوينغز ليش أستاذ نحفظها؟ لأن راح تفيدني كذلك بالنشاط القادم قانوني هو أن لا تقف على الأرجوحة ساحتنا عظيمة ساحة اللعب صفي يكتب الآن قوانين ساحة اللعب القوانين الخاصة بساحة اللعب بعد ما استمعنا المقطع الصوتي الشرنوية وقرينا النص مثل ما قراء بالمقطع الصوتي أدنا مجموعة من المفردات المهمة جدا يجب أن أحفظها من خلال هذا النشاط this نحن نعرفها هذا أو هذه this is my school هذه هي مدرستي here is هي المختصر مال here is نختصرها الصير بهذه الطريقة شنو معناها؟ معناها ها هو أو ها هي here is our classroom ها هو صفنا younger أصغر سنن ذكرنا أن يونغ صغير younger أصغر سنن I like معناها أنا أحب don't stand معناها لا تقف playground ساحة اللعب swing ارجوحها لأن كلمات جدا مهمة نحفظ معانيها لأن راح تفيدني جدا بالامتحان التحريري ملاحظة لالتعبير عن الأشياء التي نحبها نقول I like زائد اسم الشيء الذي نحبه إذا أريد أعبر عن شيء أحبه بساحة اللعب أحبه بالمدرسة أحبه من خلال الدروس أستخدم هاي العبارة I like اللي معناها أنا أحب زائد اسم الشيء اللي نحبه مثلا تلميذ يقول أنا أحب اللغة الإنجليزية شون أعبر عن ها الشيء؟ أقول I like English أنا أحب اللغة الإنجليزية أو I like football أنا أحب كرة القدم إذن قدرنا نعبر عن الشيء اللي نحبه من خلال هذه العبارة هاي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية لوصف الشعر أو الوجه أو أي شيء موجود في الجسم نقول إذا أريد أوصف شيء موجود بي يعاني أقول I have أنا لدي مثلا إذا كان شعري طويل أقول I have Long hair لدي شعر طويل أو I have Black eyes لدي عيون سوداء إذن قدرنا نوصف الشعر أو الوجه أو أي شيء موجود في الجسم من خلال I have زاعدا الصفة I have مثلا Long hair زاعدا التكملة لدي شعر طويل هذا ما يخص هذا النشاط استمعنا إلى قرأناه وعرفنا شيء المهم من عنده ننتقل للنشاط الآخر Ask and answer اسأل وعجب منطيني ثلاث أسئلة يريد من عندنا جاوبها هذه الأسئلة يعملها الأستاذة على شكل محادثة بداخل الصف تلميذ يسأل هذه الأسئلة والتلميذ الآخر يجاوبها أنه بالتلميذ الآخر يسأل والتلميذ الأول يجاوبها هذه الأسئلة هي كالتالي number one أولا How old is Nadia ذكرنا بداية الدرس أنه how old معناها كم العمر How old is Nadia كم عمر Nadia ذكرنا بداية الدرس أنه Nadia عمرها تسع سنوات فهنا نكاتب لي Nadia is nine Nadia عمرها تسع سنوات أنا أقدر أعوض عن Nadia اللي هي البنت بالضمير she فأقول she is nine عمرها تسع سنوات هي عمرها تسع سنوات أو أقول Nadia is nine Nadia عمرها تسع سنوات أو الشي لناديا أخلي مكانها شي لأن Nadia بنت إذن قدرنا نجاوز سؤال الأول number two ثانيا Is Kareem in grade four هل كريم في الصف الرابع ذكرنا أنه كريم عمره تسع سنوات إلا عمره تسع سنوات يكون بيا صف أكيد يكون بالصف الرابع فأقول yes yes he is نعم هو كذلك كريم في الصف الرابع number three ثالثا what does Nadia like best in the playground ما هو أكثر شي تحبه Nadia في ساحة اللعب ذكرنا بالنشاط السابق أنه أكثر شي تحبه Nadia هي الأرجوحة فشقول أقول she لأن Nadia بني she likes هي تحب swings الأرجوحة best أكثر شي she likes the swings best تحب الأرجوحة أكثر الأشياء في ساحة اللعب قدرنا نجاوب عن هذه الأسئلة هذه الأسئلة أسئلة شفوية مهمة جدا يسألها الأستاذ داخل الصف والتلميذ لازم يعرف يجاوب عن هذه الأسئلة مثل ما وضحنا بالملاحظات السابقة ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول read and write about yourself اقرأ ثم اكتب عن نفسك هنا أنا Nadia تتحدث تقول my name is Nadia أنا اسمي Nadia I am nine أمري تسعة I live with my mom dad and three brothers أعيش مع أمي وأبي وأخوتي الثلاثة بعد ما قرأت بعد ما طلب من أني أني أقرأ قرأت اللي قايلتها Nadia يطلب من أني أني أكتب مثل ما كتبت Nadia عن نفسها Nadia قالت my name is Nadia أنا اسمي Nadia يقول لك أنت كذلك عبر عن اسمك فأنا كذلك أقول my name is أنا اسمي هو زائدا اسمي أنا اسمي طاها أقول my name is طاها اسمي علي أقول my name is علي فأكتب مثل ما كتبت نادي عن نفسها فأقول my name is طاها ننتبه أن الحرف الأول من اسمي أكتبه كبير هذا جدا مهمة ننتبه لها أن الحرف الأول من كل اسم يكتب كبير لها تفيدني بسؤال التنقيد لنشرحها إن شاء الله بالدروس القادمة بعدها Age Age هو العمر شقد عمري؟ ما كهذا قالت I am nine أنا عمري تسع سنوات كذلك أنا أعبر عن عمري مثلا أنا أقول I am 27 عمري 27 سنة التلميذي يقول مثلا I am eight عمري ثمان سنوات I am 10 عمري عشر سنوات إلى آخره وبعدها Live المعيشة أين ومع من تعيش نادية قالت أنا أعيش مع أمي وأخوتي الثلاثة كذلك أنا أعبر مثل ما أعبرت نادية عن نفسها أقول أنا أعيش مع عائلتي في كربلا إذن قرأنا اللي قالت نادية عن نفسها وبعدها قدرنا نعبر عن نفسنا عن اسمنا وعمرنا وأينا ومع من نسكن ننتقل إلى التمرين الآخر read and match اقرأ وطابق منطيني حقليا حقل ببداية جملة وحقل بنهاية فوصل بدايات الجمل بنهاياتها طبعا هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيني مثل ما هو وصل وصل بدايات الجمل بنهاياتها اللي وضحنا قبل دقائق اللي معناها ها هو شن يجوياها إذا تذكرون قبل دقيقة قلنا إنه الhere is اللي معناها ها هو يجوياها my classroom here is my classroom ها هو صفنا فأخلي رقم البداية اللي هو رقم واحد أمام هذه العبارة فصارها تدي عبارة كاملة number two ثانيا I like أنا أحب شن الكلمة المناسبة لهذه الجملة I like the swings best أحب الأرجوحة أكثر شيء نعم هذي أكثر خيار مناسب لهذه الكلمة فأخلي رقم الكلمة أمام هذه العبارة number three ثالثا this is هذه هي أكملها شن الكلمة المناسبة لها is English ما يصر is وبعده is إذن هذا غير مناسب this is short black hair هذا أشعر أسود قصير غير مناسب this is nine هذا تسعة غير مناسب this is my school هذه مدرستي نعم هذا أكثر خيار مناسب لذلك أقول this is my school مثل ما وضحنا بالنشاط اللي قرأناه قبل دقائق أنه this is يجوياها my school والhere is يجوياها classroom فأخلي رقم الكلمة اللي هو رقم ثلاثة عمام كلمة my school this is my school هذه هي مدرستي number four رابعا I have أنا لدي ذكرنا قبل دقائق أنه I have اللي معناها أنا لدي أستخدمها إذا أريد أعبر عن شي أوصف شيء موجود بي كأن يكون شعر لون عيون شيء موجود بالجسم إلى آخره فخنشوف شن العبارة المناسبة لهذه الكلمة I have is English غير مناسبة I have short black hair أنا لدي شعر أسود قصير نعم هذا أكثر خيار مناسب لكلمة I have فأخلي رقم الكلمة اللي هو رقم أربعة أمام هذه العبارة number five خامسا my favorite lesson درسي المفضل شنو الكلمة المناسبة له أكيد English درسي المفضل هو اللغة الإنجليزية فأخلي رقم العبارة اللي هو رقم خمسة أمام هذه الكلمة number six سادسا I am أنا شن النهاية المناسبة لهذه العبارة أكيد عبارة تسعة I am nine أنا عمري تسة سنوات فأخلي رقم العبارة أمام هذه الكلمة أذن هذا التمرين مثل ما وضحنا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليها مثل ما هو وصل وصل بدايات الجمل أو بدايات العبارات بنهاياتها ننتقل إلى التمرين الآخر listen say and write استمع قل واكتب أنا منطيني مجموعة من الصور وبيها كلمات حروفها ناقصة والحروف الناقصة منطينيها بخلال ذن الدوائر فأكمل ذن الكلمات من خلال ذن الحروف الناقصة اللي هي بي أل أف أل بي أل وأس أل فيطلب من عندي أن نستمع المقطع الصوتي ومن خلاله الكلمة الشون يقولها أوصل الحروف الناقصة بالكلمة اللي بيها نقص فخلنسمع المقطع الصوتي ونحلها التمرين وبعدها نعرف شين مطلوب حفظه من عنده ترجمة ناقصة مطلوب حفظه بيها ناقصة بيها ناقصة كلمة بلاك بلاك معناها أسود مثل ما مضح لي بالصورة فلاوة معناها زهرة بلانت معناها نبات فلاق معناها علم سليب معناها ينام وبلين معناها طائرة هذين الكلمات جدا مهمة أني أحفظ إملائها لأن من الممكن ينتجيني بالامتحان على شكل حروف ناقصة مثل ما هو من طينيها يطلب من عندي أني أكمل إملاء ذن الكلمات يطيني صورة ويطيني كلمة حروفها ناقصة مثل ما موضح ويطلب من عندي أني أكملها بالحروف المناسبة فلجدا ضروري أني نحفظ إملاء ذن الكلمات الستة لأنه جدا مهمات بالامتحان التحريري ننتقل إلى النشاط الأخير Read about Leena اقرأ عن Leena Write about yourself اكتب عن نفسك هنا لينة تتحدث عن نفسها تقول Hello مرحبا I am Leena أنا Leena I am in grade 3 أنا في الصف الثالث at school في المدرسة and I am 8 وعمري 8 سنوات I have long hair لدي شعر طويل فمثل ما هي كاتبة عن نفسها يطلب من عندي أني أكتب عن نفسي إذا لينا قال لأني I have long hair لدي شعر طويل فأني أقول I have short hair لدي شعر قصير باعتباري أنا ولد وشعري يكون قصير وكذلك مع البقياج قد عمري بيعصاف شنوى درسي المفضل نكمل قراءة وبعدها نحاول نكتب مثل ما كتبت لينا My favorite lesson is English درسي المفضل اللغة الإنجليزية and my favorite color is red ولوني المفضل هو الأحمر فهنا أنا مثل ما لينا كتبت عن نفسها أحاول أكتب عن نفسي فهي تقول Hello I am لينا مرحبا أنا لينا أنا أقول Hello I am طاها أنا اسمي أو أنا طاها لينا تقول I am in grade 3 أنا في الصف الثالث أنا أقول I am in grade 4 أنا في الصف الرابع at school في المدرسة I am 8 لينا تقول أنا عمري 8 سنوات أنا أقول and I am 9 عمري 9 سنوات I have long hair لينا تقول أنا لدي شعر طويل أنا أقول I have short hair لدي شعر بصير أكمل لينا تقول my favorite lesson is English درسي المفضل هو اللغة الإنجليزية أنا مثلا أقول my favorite lesson is maths درسي المفضل هو الرياضيات لينا تقول and my favorite color is red لوني المفضل هو الأحمر أنا أقول my favorite color is green لوني المفضل هو اللون الأخضر هذا ما يخص درسنا هذا اليوم تعرفنا به على شخصيات جديدة عرفنا أسمائهم أعمارهم وكذلك النشاطات المتعلقة بيهم شون نسأل عن أعمارهم شون نجاوب عرفنا ضمير الهي اللي معناه هو نستخدمه مع المذكر الولد وكذلك عرفنا الضمير شي اللي نستخدمه مع المؤنث البنت وكذلك تعرفنا على التمارين المهمة الكلمات اللي يجب أن نحفظها ملاءا كذلك المعاكسات ذن كلهم معلومات جدا مهمة تفيدني بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة حبوهم تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة